في السادس عشر من شهر يوليو من كل سنة يخرج موكب من دير أو مناستير لاسويلغاس للاحتفال بذكرى عمرها حوالي الثمانمائة سنة المثير والغريب ووسط هذا الموكب وجود فرقة أسكرية تحمل ثوب أو راية حمراء عليها كتابات باللغة العربية هذا التقليد أو الاحتفال يرجع تاريخه إلى ذكرى معركة ظهرت رحاها بين جيوش الموحدين تحت قيادة الخليفة محمد بن يعقوب المنصور القادم من المغرب وقوات الفونسو الثامن تؤازره وحدات أسكرية من مملكة برتغال ومليون ونبارا وأراغون ومساعدة من البابوية مثل ما فعلوا في حصار بربشتر والتي أرسلت له مرتزقة من إيطاليا وفرنسا لدعمه في معركته ضد المسلمين هذه المعركة التي ستكون نقطة تحول دولة الإسلام بالأندلس من وضعية القوة إلى وضعية الدفاع والتراجع هذه المعركة ستفقد دولة الموحدين كل أراضيها بالأندلس إلا منطقة صغيرة ستبقى تحت حكم بن الأحمر لمائتي وثمانين سنة ألا وهي منطقة غرناطة معركة الموحدين مع الممالك المسيحية ووقعت قرب حسن من العصر الأموي يسمى حسن العقاب ولذلك سميت بمعركة العقاب مني جيش محمد بن يعقوب المنصور بهزيمة قوية قتل فيها أغلب جنده فانسحب إلى المغرب تاركا وراءه بلاد كبيرة ليستولي عليها الملوك الصليبيين ومغانم كثيرة منها لواء أحمر من حرير خطت عليه آيات قرآنية وأدعية من خيوط ذهبية وهو محفوظ في متحف موناستير لاس ويلغاس بمدينة بورغش في صندوق زجاجي مكيف برطوبة وإضاءة وحرارة خاصة للحفاظ عليه صنعت منه نسخة لغرض الاحتفال السنوي بهذه الذكرى ترجمة نانسي قنقر